أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن تأييد 153 دولة للقرار الذي يمثل مشروع على الجمعية طرح الأمم المتحدة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة يعكس الموقف الحقيقي للرأي العام الدولي الرسمي المؤيد لتلك الدعوة لفت أبو الغيط في الوقت ذاته لأن تأييد القرار لا يعكس موقف مجلس الأمن وحده وصرح أبو الغيط في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي أكس إن المعترضين على القرار أو الممتنعين عن التصويت عليه يقفون على الجانب الخطأ من التاريخ